في حالة مثل العراق اليوم يصطدم فيه الواقع بالشعارات المعلنة وتتضارب المفاهيم ببعضها بمسلك سياسي يعاند المنطق ويفاقم الأزمات بمنحا متصاعد نحو الانهيار وليس أي انهيار كضياع مفهوم الدولة ميليشيات المسلحة تعتمد العنف الطائفية كمنهج عمل تورمت في البلاد حتى زاحمت السياسيين على مناصبهم بعد أن كانت تعمل تحت غطائهم بأسماء عدة فكونت دولة داخل دولة تتصرف بشكل مستقل وتشارك في المال والسلاح والقرارات السيادية وصار المشهد أقرب إلى أمراء الحرب وزعماء الطوائف معهد واشنطن للدراسات أفرد تقريرا تحدث فيه عن تضخم الميليشيات في العراق فيقول إن الميليشيات تتبع سياسة مستقلة تسخر بها من حكومة البلاد ودستورها كما تهدد أمن العراقيين ككل وتعطل جهود الاستقرار ومن البديهية أن عمل الميليشيات أو العصابات لا يمكن أن يستمر في دولة قانون ومؤسسات المعهد يؤكد أن الحكومة عاجزة عن كبح جماح الميليشيات المتنفذة ما تسبب بتوسيع نشاطاتها التي تزعزع الاستقرار خصوصا من خلال ممارستها العنف ضد المجتمع على خلفيات طائفية أو ربحية عوضا عن فاتورة صراعاتها المتمثل جزء منها بانفجارات مخازن الأسلحة داخل المناطق المكتظة بالسكان أما المال فيوضح التقرير أن الميليشيات تعمل ضد كبريات الشركات المستثمرة في العراق لتسطوهي على المشاريع صاحبة أرقام الفساد الهائلة ما تسبب بهروب المستثمرين خشية على حياتهم داعيا للمجتمع الدولي إلى إيلاء نفوذ الميليشيات شيئا من الاهتمام ووقف الاعتقالات الجماعية وحماية المدنيين تقرير المعهد يؤكد حقيقة يحاول شركاء العملية السياسية تأطيرها بشعارات منمقة بينما على الأرض لا يشاهد العراقيون سلطة أعلى من سلطة الميليشيات التي تشارك اليوم في الحكومة نفوذ يتصاعد وسط تجاذب إقليمي ساخن لن يجد ساحة كالعراق لتصفية الحسابات بعد غياب الدولة وحضور الميليشيا